والأمر في غاية الخطورة لأن البدع والشبه قد تنطلع على ضعاف الإيمان ومن لم يتعلمون منهج السلاف الصالح في العقيدة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى جاءه اثنان من المبتدعة فقال له يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله قال ولا آية قال فحديثا من حديث رسول الله قال ولا حديث قال له أحدهم ثم قال لهم إما أن تقوم أو أقوم أنا فقال أحد الحاضرين يا أبا بكر هل سمعت منهما آية أو حديثا قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي فإذا كان السلاف يخشون على أنفسهم وهم المتمكنون في العقيدة المتمكنون في التوحيد الراصخون في العلم إذا كانوا يخشون على أنفسهم من تشويش المبتدعة وشبههم فكيف بمن دونهم بل من لا يدانيهم بل من لا يساوي عشر معشارهم ترجمة نانسي قنقر